قرآن وواقع رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الكافر يسعى ويهرول إلى أوهام لا وجود لها يقول الله تبارك وتعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب الصنف الثاني أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله العظيم والذين كفروا أعمالهم كسراب هؤلاء القسم الأول من الكفار الكفار نوعين يا إخواني الكفار زعماء اللي بساول انقلابات ولي بصيروا الرؤساء ولي بصيروا كذا وليتصلطوا على الآخرين وليتصلبطوا يتجاوزون حدود الله فيعتبرون أنفسهم ولو ما قالوا عن أنفسهم آلهة يعتبرون أنفسهم هم الآميرون الناهون أما أمر الله ونهيه لا إذا كان من تغطيعه أنت رجعي إذا كان من تغطسع أنت تنفزه على الأرض لا أنت أرهابي هؤلاء الصنف هم القادة الدعاة إلى الكفر سواء كانوا قيادة عامة أو قيادة جزئية في الدعوة إلى الكفر أعمالهم كسراب هم يسعون ويجدحون ويعملون لتحقيق ما يريدون وما يصبون إليه ويتخذون الأسباب لذلك من المخاتلة ويبغونها عواجة ويدبرون ويكيدون وهؤلاء يظنون أنهم سيصلون إذا شئ فربنا يبين أن أعمالهم مثل السراب السراب بقيعة القيعة الأرض المستوي والسراب هو انعكاس ضوء الشمس على الرمال الرمال والأبخرة البسيطة التي تخرج منها تنعكس عليها حرارة الشمس ضوء الشمس فتظهر كأنها بيضاء وكأنها مياه تتلألأ فهذا يسمى سراب السراب يحسبه الضمآن ماء يعني المبعيد تظنه ماء وليس بماء حتى إذا جاءه هذا الكافر إذا جاء لهذا السراب وهو يعمل ويشتغل وكذا يتصلط على الآخرين ويصلبط عليهم ويدعوهم إلى الباطل وكذا حتى يصير زعيم عليهم حتى إذا وصل إلى هذا السراب لم يجده شيئا ووجد الله عنده يعني بآخر حياته بيجي ملك الموت يقبض روحه وين الأعمال اللي عملها وين السعي وين المساعي صار زعيم أو ما صار زعيم هو ملك الموت دقفي نزدو على الأبور هو ما حسب حساب لهذا يعلم كل إنسان لو سألته بينه وبين نفسه نهايتك ماذا أليس سأتيك ملك الموت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لتموتنك ما تنامون ولا تبعثنك ما تستيقظون وإنها لا الجنة أبدا أو النار أبدا هو ولو سمع هذا الحديث ولكن لا يدركه ولا يفهمه لأنه آذانه مغلقة يسمع ما يقوله الكفار من شك أو غرب ما يحرضونه على الإسلام والمسلمين هو يسألوا إسلام أخي إسلام سياسي ما أبصي إسلام سياسي تخجب له إسلام ما أبصي سياسي إشتون هذا الإسلام هو سياسي سألوا إسلام على كيف هو يعني نعطي لا هو إسلامه بس واستسلامه لدول من الغرب أو الشرق هذا إسلامه وهذا سيدخله جهنم وهو لا يدري لأنه يحسب نفسه أنه يسعى ويشتغل ليصلى مستقبل عظيم وبعدين يأتي ملك الموت ما هذا المستقبل حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ما وجد لا ماء ولا ما يقضي حاجته فيه ووجد الله عنده فوفاه حسابه وجد الله عند هذا السراب ألا بعد الأعمال الكثيرة أعماله كسراب يرقض ويسعى ويشتغل ويجمع الناس ويعطيه بالمال وأجل يشده معه حتى يتسلط ويركز نفسه في الأرض وصير زعيم وبعده إن صار زعيم وما صار زعيم وصل لهذا العمل الذي يبنيه ويرقض إليه فيراه سراب لا وجود له يرى ملك الموت يأخذه يسأله من حين ينزل للقبر يأتيه ملكان فيسألانه من ربك يقول ها لا أدري من ربه يشوها عبد الله أطاعه لا أطاع أمريكا أطاع روسيا أطاع إيران في قتل المسلمين هذا ربه فلا يعرف ربه خالق الكائنات وربه الأرض والسماوات يسألانه من ربك يقول ها ها لا أدري هذا ثابت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له ما دينك يقول ها ها لا أدري هو لم يستسلم لله حتى يقول دين الإسلام ما شأن الرجل الذي بعث فيكم يقول لا أدري محمد صلى الله عليه وسلم لا أدري عنه شيء بس مع الناس يقوله محمده يقوله الرجعي فمن هنا يبدأ توفيض الحساب فوجد الله عنده فوفاه حسابه فيكون القبر عليه ولعياذ بالله تعالى حفرة من حفر النار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة هذا السؤال الأول البسيط مثل ما يسأل المتهم عندما يقبض عليه ولكن السؤال العظيم الذي يأتي فيه الجزاء يوم القيامة عندما يأتي الجزاء يوفيه الله حسابه كامنا غير منقوس فوفاه أي أعطاه وافيا أعطاه جزاءه وافيا ورد في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال يوم القيامة يوم القيامة لليهود ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد عزيرا بن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من ولد ماذا تبغون يعني ماذا تريدون فيقولون يا رب عطشنا فاسقنا فيقال ألا ترون ينظروا أمامهم فتمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا من بعيد يشوفوا النار كأنها مياه عظيمة عما فيها الأمواج يحطم بعضها بعضا فينطلقون فيتهافتون فيها رواه الإمامان البخاري ومسلم هؤلاء الدعاة إلى الباطل هذا ما ينتظرهم إن صدقوا الله ورسوله كانوا مؤمنين صحيح يرتدعون عن باطلهم ويرجعون إلى الله نحن لا ندعو الناس إلى العبودية لنا وطاعتنا كما هم يفعلون نحن ندعو الناس إلى طاعة خالقهم والذي سيأخذ أرواحهم عند الموت أنا سبق أن قلت عندما كنت أدرس في سنوية مأمون قال لي أحد الطلاب والله يا أستاذ ما عم نعرف ماذا نعمل قلت خير قال للأستاذ قبلك أن لينو واستالين ومدري إيش والأستاذ الثاني قال ما بعرفك اشتراكيه والأستاذ الثالث احترنا أنت عم تقولنا الله قال الله قال احترنا من نطيع ماذا نعمل قلت له يا أخي لا تتحيير لو قلت لك أطعني لا أطعني ولكن أقول لك أطع الذي يرسل ملك الموت فيأخذ روحك عندما سيأخذونك إلى الجبان ووضعونك في القبر هذا أطعه تعرف عليه من هو فأطعه تسلم وهكذا أيها الإخوة هؤلاء لو أنهم تذكروا أنهم سيصيرون إلى الله تبارك وتعالى ويحاسبهم ويسألهم لو أنهم علموا ذلك وأيقنوا وآمنوا وهذا هو الإيمان الصحيح لما تصرفوا بهذا التصرف ولما آذوا الناس ولما تسلطوا على الناس ولما كانوا دعاة إلى الباطل يبعدون الناس عن الإسلام ويصدونهم عن دين الله ولذلك قال الله تبارك وتعالى في آخر الآية والله سريع الحساب كل آت قريب بعيش الإنسان أربعين سنين وخمسين وستين وسبعين وتسعين وبعد لا يرى نفسه إلا وما ملك الموت فإن كان استقام على أمر الله كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كيف يعرف الإنسان ماذا يموت حتى يكون مسلم تكون دائما مستسلم لأمر الله ففي أي وقت جاءك الإسلام تموت وأنت مسلم أما إذا كان لا يبالي ولا يهمه إلا التسلط على الناس والأديان السموية جاءت لتحرير الإنسان من تسلط الإنسان فهو يحاول أن يبعد الناس ويصدهم عن دين الله ويدعوهم إلى الباطل من أجل أن يتصرف ويحقق فيهم أهواءه وشهوتين البطن والفرج وتسلط عليهم ماليا أما تعلمون أن من كان يتسلط علينا سيذهب سلطانه بإذن الله كان لا شيء عندهم فأصبح عندهم الطائرات والجزر في أوروبا وكذا من أين حصلوا ذلك؟ من دماء هذا الشعب ومن قوته ولم يرتدعوا الله يمد لهم مدا والكفار في الشرق والغرب يساعدونهم؟ نعم يساعدونهم لا يساعدوننا المؤامرة دولية على الشعب السوري يساعدونهم؟ الله يمهلهم ولكن عندما يحل أجلهم يرون هذا كله سرام زالت الدنيا وزالت مصالحها وزالت الزعامة فيها وجاء الله صار في الآخرة وجها لوجه أمام أعماله فلم يجد من أعماله شيئا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباءا مثورا لأن كله كفر وفساد ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب الصنف الثاني القسم الثاني هذا القسم الأول الدعاة إلى الباطل القسم الثاني المقلدون اللي هن لا يدرون ما يتجهون هكذا كما قال لي كنت ماشي في مكة مع واحد وحاوره أو ذايره فقال مين ما تجوز أمي بسمي عمي قلت له يا أخي بسمي عمك ولكن ما بتعبده قال لي يا أخي رباط الحمار مطرح ما بقول لك صاحبه قلت له والله أنا ما لحماري نرطوني محل ما بدون أنا متحرر فالذي يشير وراء غيره دون أن يدري يتقلب يوم هكذا ويوم هكذا كأنه يسير في ظلام فيضرب الله لنا مثلا هذا القسم الثاني فيقول سبحانه وتعالى أو كظلمات المسأل الأول المسأل الثاني أو كظلمات ليس ظلمة واحدة لأن الكفر أنواعه أو كظلمات في بحر لجي البحر العميق في بحار يسمونها بحر الظلمات لماذا؟ لأنه كل ما دخلت في البحر تحت سطح الماء ينعدم النور حتى يصير ظلام انعكاسات الضوء وانكسار الضوء لا يصل إلى عماق البحار فيقول ربنا تصور أنك في داخل البحر لجي عميق في ظلمات الماء فوقك يغشاه موج الموج طبعا يكسر النور فيخف النور من فوقه موج موج ثاني أنا ما عرفت هذا إلا عندما كنت أذهب إلى النادقية في أول شبابي قال انتبه في سيكا قال اش في سيكا يعني قال أمواج باطنية في أمواج داخل بالظن حالك أنه أنت عبت تمشي هكذا ومسيك الموج إلى شكل ثاني فموج ومن فوقه موج فهذه الأمواج تكسر الضوء تنكسر العكاسات الضوئية ولا يصل الضوء إلى أسفل منها من فوقه سحاب السحاب يغطي النجوم ما بقى فيه نور أبدا من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ظلمة البحر الغميق ظلمة الموج الأولى ظلمة الموج الثانية ظلمة السحاب إذا أخرج يده لم يكد يراها إذا حط يده أمام وجهه وعينه طلع ما يشوف يده من كثر الظلام ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور هذا المثل مثل لأشخاص تخبطاتهم تخبطات عمياء يركضوا رفلان العزب الفلان هذا زعيمه ماذا ما بده ما في دين ما بده الدين هو لا ديني خليدها ديني بعد فترة دينه اتباع فلان هذا دينه ما في حد ماله دين بعد يرى أن مصالحه ما مشت مع فلان فلان يعطيه أهواء وشهوات ووصفه يترك له مجال يتصلط على الناس مثلا معه وشاركه بركض رفلان فهو يسير في هذا الكون كأنه يسير في ظلام يخبط يمينه يخبط شمال تتنازعه الأهواء تنازعه الخوف والألم والأمال وكذا فيسير هكذا وهكذا لا يستطيع أن يصل إلى شيء لأنه كأنه يعيش في ظلمات ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ما هو النور الإلهي الذي جعله الله لعباده الحق القرآن الذي أنزله الله وأثبت لهم أنه من عند الله وليس من صورة محمد نفس القرآن فيه دليل على أنه من عند الله فهذا هو نور الله إذا دخل قلب المؤنسان كان مؤمنا خالصا وإذا لم يدخل هذا النور قلبه فليس له نور وليس له إداية يخبط خبط عشواء يعيش في هذه الحياة لا يدري لماذا يعيش لماذا يتعب لماذا يكد لماذا يظلمه فلان لماذا هو يظلم فلان لا يدري آه كذا معهم اضربوا اقتلوا يقتل وقفوا ارجعوا هربوا لا يدري ماذا يفعل فهذا لا يوجد نور في قلبه لأنه لا يدري أين يسير أنا أقول لكم أين يسير وإن كان هو لا يدري أين يسير إلى جهنم وبئس المصير فهذان الصنفان تضرب لنا الآيات مثلا هما الصنف الأول الكفار الدعاة والصنف الثاني الكفار المقلدون أصحاب الجهل البسيط الذين يسيرون وراء كل ناعق ولا يفقهون شيئا الحمد لله رب العالمين كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر